شنصر الارتباط اسم السيد حبيد الياسري بالحراكات الشعبية في كل المحافظات طبعا الحراكات الشعبية هي تمثل شارع العراقي أنا نابع من الشارع العراقي أنا ابن القرية لازلت أسكن في قرية بسيطة جدا قرية فقيرة بعدك نفس البيت لا يزال أنا أسكن في قرية قرية الفزعي هذه القرية البسيطة المتواضعة سيد بعدك حفس البيت اللي انولدتني في نفس المكان في نفس البيت حتى هاي للحقيقة الإعلامية كثير من الأخوان يقولوا لا تذكر بعض الأمور أنها باب المثاليات لا لا مو مثاليات وإنما الواقع ما ردت أطفر طفرة على القرية ماتي لا بلبسي ولا بحركتي ولا بتصرفاتي ولا بلبسي الدشداشة البسيطة في قاطع الجهاد في قاطع المعارك أريد أن أكون ابن القرية مهما وصلت في مكانتي المية الدينية العسكرية من الذي تبقى أبن القرية؟ حتى البيت طبعا للشهادة الآن يسمعني الشيخ حسين آل ياسين وكيل السيد السستاني في الكاظمية إجاني للروميثة قال سمعت أنت ما عندك بيت ساكن في بيت والدك من 82 أنت باني الوالد أو من 79 فإحنا قررنا أن نبني لك بيت قلت لها ما أقدر أنا أقفز على ناسي أهل قريتي قال لا إحنا قررنا هذه القرية قلت لها بشرط أنا باني 85 بيت للفقراء في عموم السماوة بيت متكان قلت لها على شرط إذا أردت تبني ليا شيخنا شيخ حسين آل ياسين يكون الخريطة هي خريطة بيوت الأيتام نفسها ونفس بيوت الأيتام نفس المبلغ ما يفرق درهم ما حتى لا سؤال بصراحة يعني أنت ما قدرت أنت تبني لنفسك بيت من فلوس حضرتك من فلوس سماحتك أنا حقيقة كما تعلمون أيضا حقيقة أخرى أنا طالب حوزة راتبي شهري 500 ألف زين والسيد السستاني الله يحبه يقول طالب الحوزة لا يسمح له أن يأخذ رواتب أخرى من الدولة الحكومية لذلك راتب الحشد الآن حال حال أي مقاتل أخذ أصرف على اللواء ليس مثالياتها لا الأخوان المشاهدين يقولون السيد عيش بالجانب المثالي لا أعيش بالجانب الشرعي أنا أعيش في ضمن 500 ألف تصرف من حوزة النجف ولا زلت أعيش ضمن حيز هذا المبلغ أما المبلغ اللي أتقاضى من هيئة الحشد الشعبي فيصرف على اللواء والأخوان المقاتلين أعتقد يعرفون هذا الشيء كل اللواء أبناء اللواء أنصار مرجعي يعرفون أني أسلم المبلغ إلى قسم الآليات لتصليح العجلات فهذا المبلغ ما يسمح لي أنه أبن بيت أو أقتني سيارة أو أقتني كذا ما ممكن لذلك طبعا الحياة راح تلقونها لو بعد 20 سنة 50 سنة 30 سنة 10 سنوات هو هذا الحال لا يتغير اشتركوا في القناة